ناقش وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري مع مدير عام مكتب الشباب والرياضة بمحافظة سقطرة علي صعباب عدد من القضايا المتعلقة بالشباب والرياضيين في المحافظة وأشهد الوزير البكري بمسوى أداء فرع مكتب الوزارة في محافظة سقطرة والجهود التي يبذلها من أجل تفعيل الأنشطة الشبابية والرياضية فيها مجددا على ضرورة تفعيل الرياضة والبرامج الشبابية في المحافظة بشكل أكبر موجها بسرعة صرف المخصصات المالية للأندية في المحافظة لأندية المحافظة بالإضافة إلى الموازنة التشغيلية الخاصة بمكتب الوزارة